السلام عليكم. زيكم يا جماعة اخباركم ايه? اتمنى يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله الجميع في احسن حال يا رب. ويا رب فيديوهاتنا اللي بنقدمها تعجبكم. ان شاء الله تكون دايما عند حسن ظنكم. قبل ما نبدأ الفيديو. قليلا ما تنساش اللايك للفيديو. والاشتراك في القناة لو انت لسه جديد معنا. وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. النهاردة الفيديو بتاعنا. فيديو مختلف خالص. لكل الناس اللي بتحب التميز. لكل الناس اللي بتحب تطبيق الفيسبوك. النهاردة معنا تطبيق جديد. معنا ابليكيشن جديد. هنعرف من خلاله او هنقدر من خلاله. نغير شكل الفيسبوك التقليدي. نغير الوان الفيسبوك براحتنا. كل واحد هيعمل الفيسبوك باللون اللي يختاره. اشتركوا في القناة طبعا احنا كلنا متعودين على اللون الاصلي للفيسبوك. اللي هو بنفس الشكل ده. او بيبقى ده شكل الفيسبوك بتاعنا او شكل والوان الفيسبوك بتاعتنا. النهاردة هننزل تطبيق جديد. هنعرف من خلال التطبيق ده او هنقدر من خلاله ان احنا نغير شكل الفيسبوك بكل سهولة لاي لون انت بتختاره او اي لون انت بيجي قدامك. وبيبقى مناسب لموبايلك او مناسب للالوان اللي انت عايزها في الفيسبوك عاك. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هندخل على المتجر جوجل بلاي. تمام? وهندخل هنا في البحس. هنكتب في البحس غير لون الفيسبوك. ومجرد ما بتكتبوا غير لون الفيسبوك. هيظهر لك اول تطبيق فوق اسمه متعدد الالوان للفيسبوك. ده شكل التطبيق بتاعنا اول ما نفتحه. تمام? اه التطبيق اه عليه اربع نجوم. يعني التطبيق حلو ما شاء الله. تمام? بعد ما بنعمل تحميل للتطبيق بتاعنا. تأكد ان ده شكل التطبيق. بيظهر لك اول واحد في البحس. متعدد الالوان للفيسبوك. ده اسم التطبيق بتاعنا. ويلا بينا نشوف التطبيق هشتغل ازاي معنا دلوقتي. ده شكل التطبيق بتاعنا. بعد ما حملنا التطبيق. بيظهر قدامك او بيظهر في الموبايل بتاعك بنفس الصورة اللي انت شايفة قدامك دي. يلا دلوقتي نجرب التطبيق نشوف التطبيق بيشتغل ازاي. بنضغط هنا على التطبيق. طبعا دي واجهة التطبيق اول ما بتفتح معنا. تمام? اه هنا بيقول لك اختار اختار شكل اللون. دي الالوان اللي بتبقى متاحة قدامنا. تمام? هنا بيقول لك احنا اخترنا اللون البنك. اول ما بتضغط عليه كده. تمام? بيطلب منك الاول تسجيل الدخول. شايفين شكل اللون او شكل الفيسبوك بقى اللون البنك دلوقتي. احنا هنعمل تسجيل دخول على الفيسب دلوقتي. احنا هنعمل تسجيل دخول على الفيسب دلوقتي. بعد ما نعمل تسجيل دخول هقول لك ازاي تغير الوان الفيسبوك بكل سهولة. طبعا احنا زهر قدامنا. اول انت شايف دلوقتي شكل الفيسبوك قدامك بقى عامل ازاي? الفيسبوك لونه تغير خالص. او بقت الالوان بتاعته خلاص. الفيسبوك بقى باللون البنك. مجرد ما بتضغط كده. لو دخلت على الصفحة الشخصية بتاعتك. شايف شكل الفيسبوك الاول. كان اللون الابيض اللي هو اللون التقليدي او الابيض في ازرق التقليدي. دلوقتي اللون اتغير بقى للون البنك. ده شكل بتاعنا اتغير للاول لون احنا اختارناها او اللون اللي كنا عايزينه الاول. بيظهر قدامك طبعا التطبيق بمجرد ما بيفتح. هنا بيقولك طبعا الكولر اوكل لون الفيسبوك. احنا عندنا اول حاجة انت شايفها فوق. بمجرد مبتضغط على الدايرة او على دايرة الالوان اللي قدامك دي. بيظهر لك طبعا اختيار الالوان او بتختار اللون اللي انت عايزه. بص بتضغط كده مسلا بيغير معاك شكل التطبيق. بتضغط تاني مسلا على اللون الاحمر بيغير معاك شكل الفيس باللون الاحمر. تمام? او بتضغط مسلا على اللون الورانج بيتغير معاك الشكل الفيس باللون الورانج. وبتضغط كده بتظهر قدامك صفحة الفيس بنفس الشكل ده. طبعا دايما خلي حاجة مميزة كده في موبايلك او خلي حاجة مميزة في التطبيقات اللي عندك. اه فيه ناس كتيرة طبعا بتحب الحاجة دي ان التطبيق بتاعها او التطبيقات اللي عندها في الموبايل بقى شكلها حلوة كده او مختلف عن التطبيقات التانية. طبعا ده احنا كان اول تطبيق مع نا النهاردة اللي احنا عارفنا من خلاله ازاي نغير شكل الفيس او نغير الوان الفيسبوك. وبتختار طبعا انت من كل الالوان اللي بتيجي قدامك او الالوان المتاحة في التطبيق. طبعا كل واحد بيختار اللون على حسب يعني على حسب مزاجك انت او على حسب شكل الموبايل بتاعك او على حسب ما انت بتختار مسلا. بس فيه الوان جميلة بصراحة اكتر من شكل اكتر من اللون. بين الاحمر بين الازرق بين الجريم بين البنك. اكتر من اللون انت بتختاره. وبتبقى مناسب طبعا البنات كتير دايما بتحب اللون البنك. ممكن يبقى اللون البنك مناسب اكتر للموبايلات. او بيبقى شكل الفيس. انا من وجهة نظر ان هو احلى لون فيه من لون البنك. ممكن يبقى برضو لو عايز تغير باللون البلاك. طبعا بيبقى الشكل الفيس جميل جدا بصراحة بالالوان البلاك والالوان الاورانج. وبتختار انت على حسب اللون اللي انت عايزه في كل التطبيق او على حسب او ممكن تغير اللون الفيس او تغير شكل الفيس كل يوم على حسب مزاجك زي ما انت عايز بقى. طبعا ده كان التطبيق بتاعنا النهاردة او كان الفيديو بتاعنا النهاردة عن طريق تغيير لون الفيسبوك. ازاي غير اللون الفيسبوك التقليدي. باي لون انت بتختاره من قائمة الابليكيشن. يا رب بيكون قدرت اوصل لكم معلومة بسيطة كده. قدرت اوصل لكم فيديو جميلة عجبكم. طبعا لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش اللايك للفيديو. الاشتراك في القناة لو انت لسه جديد معنا. فعل زر الجرس عشان توصل لك كل اشعاراتنا الجديدة. ونشوفكم على خير فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله. سلام عليكم.